مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم السلام عليكم ورحمة الله قرأت أن الحرب تصنع وحوشا وأن في الحرب تكثر الأمراض الاجتماعية وتكثر المشكلات والصراعات وتخرج الثأر الموجود من القبل والمشكلات والضغاء الموجودة بين الناس وهذه مشكلة أخرى خطيرة من مشكلات الحروب عدا عن الدمار والأشياء التي نعرفها كلنا والخوف وفقد الممتلكات والموت وفقد الأطراف والأعضاء فتساءلت كيف كان يعيش الناس من قديم إذا كانت الحروب تصنع هذا الشيء وقد كانوا من غير قوانين أو من غير دين أو من غير شيء يضبطهم وسرعان ما اكتشفت أنه كان المجتمعات القديمة تضبطها القيام يعني لما نسمع عن العرب كيف كانوا يعيشون في الجاهلية كان معروف أن مجموعة من القبائل كان في بين تناحل بين أشياء مشكلات لكن كان المجتمع مضبوط بهذه القوانين التي وضعتها القبائل أو تعارفت عليها فيما بينها طيب ما هي القيم هذا الشيء الذي يضبط الأقوام الأشداء الذين يفخرون بالحروب وبالفتوح والذين يحتاجون إلها أحيانا ليبقوا على قيد الحياة لأنه أحيانا يتوقف عليها طعامهم أو شرابهم أو إذا اعتدى عليهم أحد ما هلأ القيم بالتعريف العادي البسيط هي تلك الأشياء العالية هي أشياء معنوية يحترمها الناس يعتبرونها دستورا أو مثل ما منقول نحن بالعامية مصطرة يقيسون عليها السلوك الذي يصدر منهم لكي يعرفون صوابه من خطأه يعني القيم تضبط السلوك وتضبط الإنسان بحيث لا يعتدي على أي أحد وإذا كان إنسانا ضا ضمير حي وعقل كبير سليم يدرك هل تصرفه الذي قام به خطأ أو تصرفه الذي قام به صحيح معنات القيم هي تلك الأشياء الجيدة والخيرة لأنه من ضمن ما قرأته وقد كان عندي بحث عن القيم أن القيم تشمل برأيهم كل شيء يعني اعتبروا الصدق قيمة والكذب أيضا قيمة اعتبروا العدالة قيمة وأيضا الظلم والاضطهات قيمة لكن على التعريف الحقيقي الصحيح الأشياء الجيدة والخيرة والعالية هي التي تعتبر قيم لأننا سوف نقيص عليها السلوك البشري من ضمن كمان ما لقيته أن القيم تتبدل يعني كل زمن له قيمه المختلفة عن الزمن الآخر وحسب المكان الذي يعيش فيه الإنسان تكون قيم هذا المكان مختلفة عن قيم المكان الآخر لكن لما تعمقت في البحث وأحببت أن أدرس ما هي القيم وجدت أنه أيضا هذا الشيء خاطئ لأنه إذا كانت القيم مصطرة وتحدد السلوك البشري وهي لكافة البشر معناها يجب أن لا تكون متذبذبة وأن لا تكون كل يوم في شيء يعني اليوم والله نجد أن الصدق قيمة فنعتبره ونوصي جميع الناس به نعيش في مجتمع آخر نرى الناس كلهم يكذبون فنقول خلاص والله نحن ما عد بدنا قيمة الصدق أصبحت لا تنفع لهذا المكان فنريد أن نحن مكانة قيمة أخرى هكذا يعود المجتمع إلى الصراعات يعود المجتمع إلى الهمجية والتي إنما وضعت القيم لتقضي على هذه الأشياء الذي توصلت له وهو المهم أن القيم شيء عالمي يعني ليس لها ارتباط بدين وليس لها ارتباط بأرض وليس لها ارتباط بزمان أو بمكان القيم هي شيء سام عال ينبع من النفس البشرية السوية السليمة ينبع من الإنسانية وينبع من العقل الصحيح فجعل سلطانا يحكم العالم كله هلأ لاحظوا معي لو جئنا لندرس دستور أي بلد من البلاد حتى البلاد الظالمة والبلاد المتجنية والبلاد التي يحكمها الطغة نجد أنه بالدستور الأصلي للبلد يعاقب المسيء وقد يكافأ المحسن نجد أنه اللي بيقطع إشارة كمان له عليه مخالفة نجد أنه الذي يظلم الناس يودع السجن أو ممكن كمان يعاقب بضرب أو أي عقوبة أخرى معناه لو نظرنا إلى أي طاغي الآن موجود لو أراد أن يظلم ماذا يفعل هل يتجرأ على الظلم هيك مجرد الظلم لاحظوا كيف يلفق تهمة للإنسان البريء أي تهمة يضع له شيئا مخدرات فيقول أنه يتعاطى بالمخدرات يضع له سلاح معين فيقول أنه حاول أن يقتل فلان لأنه يعلم أنه كل العالم قد تعارف وتصالح على أن السلوك الجيد مطلوب ومرغوب وأن السلوك السيء مرذول وغيره مقبول هذا الحاكم لما يرشح نفسه للانتخابات ماذا يفعل؟ يكون قد حكم البلد لمدة يمكن 30 سنة لكن في كل مرة وفي كل برنامج انتخابي يحاول أن يقول أنا جيد أنا أريد الخير للشعب أنا سوف أصنع وسوف أعمل وسوف أفتح وسوف لأنه يعلم أن الناس دائما يبحثون عن الإنسان الجيد عن الإنسان الذي يريد مصلحتهم عن الإنسان الذي يحقق لهم ما يصبون إليه مناء السعادة والهناء والاستقرار الإنسان الذي يحافظ على أمواله ويحافظ على حياته وهي بحالة جيدة وخيرة فمن هنا بقى نقول أن القيم هي شيء عالمي هي شيء مطلوب هي شيء تحب الشعوب كلها ولذلك هذا ما نسعى الآن إلى زرعه في المجتمع السوري وفي أي مجتمع يريد أن يذهب إلى يعني كان في أخطاء وأخطار وكان عنده فساد إذا أردنا أن نصلحه ونذهب به إلى الجهة الأخرى يجب أن نؤكد على القيم إصلاح القيم من ضمن إصلاح المجتمعات فيجب أن نحدد ما هي القيم وأن نعرف ما هي القيم لكي نبدأ بإصلاح هذا المجتمع السوري ولكي نحميه أيضا من مخاطر الفوضى ومن مخاطر الحرب ومن مخاطر ما يحدث الآن فيه من غياب القيم لأنه كما قلنا في الحروب تغيب القيم بسبب مع وجود الفوضى انتفى المربي انتفى الموجه الناس أصبحوا في خوف فلم يعد هناك من يؤكد على هذه القيم ونحن علينا أن لا ننساق مع الحرب وننسى أن نعد لما بعد هذه الحرب لكي لا ينتشر الفساد ويعين بدل أن نحصل على السلام بعد انتهاء هذه الثورة بإذن الله لماذا غابت القيم عن مجتمعتنا؟ القيم بدأت تغيب عن المجتمعات كلها وليس المجتمع السوري فقط بسبب العولمة العولمة التي نشرت الأنانية بين الناس وطبعا بعد ظروف الحرب أصبحت البلاد مهددة أكثر بظهور الآثار السلبية لغياب القيم طيب ما هي الآثار السلبية لغياب القيم؟ قرأتوا دراسة حديثة عن المجتمع المصري طبعا مثل كل المجتمعات العربية تتحدث عن آثار غياب القيم تقول الدراسة أنه خلال سنوات قليلة جدا وبسبب غياب القيم مع انتشار العولمة السريع جدا غابت أشياء كانت من صلب المجتمعات أشياء تكلمنا عنها قبل الآن وأشياء يمكن ما تكلمنا عنها ما تكلمنا عنه هو انتشار الرشوة انتشار الفساد غياب التكافل الاجتماعي فعننا أمراض على مستوى الأسرة على مستوى الفرد على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع الكبير مستوى الفرد اللي هو الاكتئاب والحزن والأثرة والفردية على مستوى الأسرة قلت أضطر الروابط الاجتماعية العقوق التفكك غياب كبير العائلة قلة التواصل كل أشياء أصبحت في الأسرة الصغيرة على مستوى عفوا على مستوى المجتمع صار في عنا الفساد الذي نعرفه صار عنا الشغل بالتكنولوجيا الحديثة صار عنا غياب القدوات المهمة وانشغال الناس بقدوات أخرى مثل الفنانين الرياضيين هذه الأشياء وهذا الموضوع يحتاج إلى حلقة كاملة سأؤجله فكل هذه الأشياء غيرت التركيبة الواسطة التي استشرت غياب تكافؤ الفرص الشباب أصبحوا الآن في ضياع أصبحوا في حيرة أصبحوا لا يعرفون كيف يتصرفون ماذا يصنعون كل هذه الأمراض جاءتنا من غياب القيام فإذن القيام مهمة جدا وجودة في المجتمع جميل لأنه يضبط المجتمع وكما قلت أنه جمالة أنها ليست مرتبطة بالدين يعني لا يستطيع فرد بالمجتمع أن يقول والله أنا مثلا مسيحي ما ألي علاقة بهذه القيام والله أنا كردي ما ألي علاقة بهذه القيام القيام كونه مرتبطة بالإنسانية فأصبح من واجب كل إنسان صحيح النفسية وسليم التفكير أن ينضبط بها كل إنسان له ضمير حي عليه أن يمشي على هذه القيام ولذلك بأن نلاحظ الذين لا يمشون على هذه القيام هم من الناس السيئين الذين يسيئون في هذه الثورة ويسيئون خارج هذه الثورة لأنهم لم يتشبعوا بالقيام فعلينا الآن إنقاذ المجتمع وزرع هذه القيام طب بما أن القيام مهمة جدا يجب أن نحدد ما هي القيام يقولون أنها اجتماعية أنها سياسية أنها جمالية لو جئنا لنفصل في القيام لكن في عنا قيم صغيرة وعندنا قيم كبيرة القيم الكبيرة يجب أن تشمل كل هذه الأشياء يعني تشمل النواحي الاجتماعية وتشمل النواحي السياسية وتشمل النواحي الجمالية لكي تكون بالفعل قيم عالية ويستطيع الناس جميعا الالتزام بها ويستطيعون اتباعها طب لما تكون القيم عالية يجب أن يكون عدد قليل هلا لو جئنا نحن على الدين الإسلامي وسألنا ما هو الدين هلا الدين الإسلامي لو جئنا نشرحه من لا ي hose انه في عنا أركان إسلام وعنا أركان إيمان هل هي كثيرة؟ واحدة عدد ستة وواحدة عدد خمسة لماذا؟ لكي يستوعبها الإنسان لو جينا سألنا عن الضرورات في حياة كل إنسان حلاء يقعدوا يسردون لنا مئة شيء ويؤلفون لنا موسوعة لا سوف نجد أنه أيضا الضرورات هي خمسة فقط لكي يستوعبها الإنسان يفهمها الإنسان يستطيع المحافظة عليها نفس الشيء القيم لو جئنا لدراستها نجدها قليلة جدا ومحدودة لكي يفهمها كل شخص يستطيع أن يزرعها المربي في أولاده والأستاذ في تلاميذه والداعية في الناس الذين يدعوهم بعد ذلك ممكن هذه القيم أن تتفرع عنها أشياء كثيرة جدا لكن تكون توابع لها ونحن سوف نهتم بالرأس فما هي هذه القيم؟ يتربع على قمة القيم الحق الحق من القيم الضرورية يعني أي إنسان لا يعرف أين الحق وأين الحقيقة لا يستطيع الاستمرار في الحياة سيبقى دائما متخبطا متذبذبا لا يعرف كيف يسلك من القيم العظيمة جدا الصدق الصدق يدخل في كل شيء يدخل في العلاقات ويدخل في العمل ويدخل في علاقة الإنسان في ربه ويدخل في كل شيء إذا لم يكن الإنسان صادقا لا يستطيع أن ينجح حتى لا يقال أنه قالوا المؤمن قد يكذب وعفوا قد يغش وقد يصنع أي شيء وربما في حديث قيل أنه قد يزني ولكنه لا يكذب لأنه إذا كذب فقد مستقيده نهائيا فأن للإنسان أن يصدقه إذا تكلم لن نصدقه إذا فعل لن نصدقه إذا حلف لن نصدقه إذا سلق قد نظن أنه ينوي ويتظاهر بالفعل فالصدق قيمة كبيرة يجب أن يتحلى فيها كل إنسان من القيم القليلة العالية قيمة الرحمة الإنسان إذا لم يكن إنسانا فلا قيمة له وهذا هو تعريف الإنسان الإنسان عادة يتصرف بغريزته يتصرف حسب ما يملي عليه سلوقه هكذا بدأ الناس الحياة لما نزلوا إلى الأرض لما قابل أخطأ وقتل أخاه ندم بعد ذلك على الفور ندما شديدا لأن ضميره كان حي في لحظة غضب أخطأ وقتل لكن بعد ذلك ندم ورجع إلى الصواب فهذه هي الإنسانية الآن الناس أصبحوا مجردين منها يقتلون ويخطئون ويظلمون ويشهدون زورا ولا يشعرون أنهم فعلوا أي شيء فالإنسانية تتفرع عنها أشياء كثيرة جدا أنا حاولت جمعها هنا لكي أوضح بسبب أهمية هذه القيم فيتفرع مثلا عن الإنسانية التسامحة يتفرع عنها الإحسان يتفرع عنها التواضع يتفرع عنها المرؤة التي عرفت عند العرب يتفرع عنها النخوة يتفرع عنها الكرم يتفرع عنها الإيثار انظروا قيمة واحدة ماذا تصنع بالإنسان يعني أنا مجرد ما أعطي الإنسان صفة الإنسانية مجرد ما هذا الإنسان يتحلى بالرحمة هذا الإنسان وحده سوف يدرك من نفسه ماذا يفعل أنا دائما أقول لطالباتي في مادة التربية الإسلامية تصرفي على غريزته حسب ما يمليه عليك غريزتك إنسانيتك أنت أم فحين تتحرك فيك عواطف الأمومة وتجدين خطأ ما عالجيه بالإثنتين معا بشعورك بالخطأ مع شعورك بالرحمة فتنجحين في إصلاح المشكلات بطريقة طبيعية من القيم العالية أيضا قيمة الاحترام كمان هذه قيمة يجب أن تكون موجودة ويتفرع عنها بر الوالدين وأشياء كثيرة من القيم العالية القناعة والرضا بالأشياء الخارجة عن الإرادة والتي تأتي من الله فهذه هي القيم العالية المهمة فإذا قلت أن القيم بما أنها شيء مهم جدا فيجب أن تكون قليلة يعني لو قرأتم الآن ما هي القيم ستجدون أنهم جعلوا المرح قيمة والضحق قيمة ولكن القيم العالية التي تدخل في كل شيء هي محصورة وقليلة منها كما قلت لكم قيمة الحق وقيمة العدل وقيمة الرحمة هذه ثلاثة قيم مهمة جدا جدا ممكن أن تكون معها قيمة الإيمان أن يؤمن الإنسان بأي شيء مهما كان الشيء ولكن أن يكون قضية معينة يقوم بالعمل عليها ونصرتها كمان قلنا عن الاحترام وقلنا عن القناعة وهناك مساعدات يجب أن تكون موجودة لكي تحقق القيم المراد منها يعني هذه القيم إن لم يكن معها مجموعة من الأشياء قد لا نستطيع نشرها في هذا العالم ما هي هذه الأشياء التي سميتها أنا من خلال دراسة خاصة بي قمت أنا بها وتعبت عليها ولكنها تحتاج أيضا إلى إعادة نظر أنا أطرحها الآن وهي ما تزال نوا ولكني تعبت على جمعها مساعدات القيم هي العلم بدون علم لا يستطيع الإنسان أن يصنع القيم وأن يدافع عنها لأنه سيحاجج الناس في سبيل ذلك عنا الحلم يعني الصبر إذا الإنسان لم يصبر على نشر هذه القيم سيحطم الآخرون كما يحدث معنا الآن كل العالم ضدنا الأعلام والمسلسلات والقنوات والحكام كثير من الأشياء الآن تعاندنا فلو لم نكن أقوياء ونعرف الصواب ونصبر على نشر هذه القيم قد نيأس ونتوقف عنها أيضا المرونة يعني حين تصادفنا عقبات لا يجب أن نكون في حال صلبة قال له يا بني لا تكون صلبا فتنكسر وأيضا أن لا نكون لينين فكلما جاءوا ليغيروا هذه القيم العالية التي نحب نشر في المجتمع نركن ونقول يعني نكون لينين زيادة عن النزوم فلا تنتشر هذه القيم كما نحب ونشتهي فإذن هذا هو العلم والحلم والقوة والمرونة والتوازن هذه هي الأشياء المهمة جدا والمساعدة للقيم وأكرر أنه نحن لا نستطيع أن نجمع الناس على دين واحد ولكن نستطيع أن نجمعهم على هذه القيم العالية مهما كانت مذاهبهم واتجاهاتهم ما داموا خيرين أنا أتكلم الآن على الناس الخيرين الجيدين الذين يسعون لصالح هذه البشرية ويحبون التعاون مع كل إنسان يسعى في هذا المضمار أيضا فالقيم كمان ألخص أنها لا تتبدل مع الزمان والمكان وعلينا نشرها طب الآن كيف ننشر هذه القيم بما أنها قيم مهمة وقيم عالية كيف ننشرها بين أبناء هذا الجيل مع كل هذه الصعوبات القيم تنشر كما تنشر أي عملية تربوية عن طريق التوجيه عن طريق وسائل التربية يعني عن طريق التوجيه المباشر عن طريق الوعظ عن طريق الإرشاد عن طريق التعليم ممكن بكافة الوسائل المعروفة القدوة والقصص والأمثلة كل هذه الأشياء سوف تساعد الناس على نشر القيم فيما بينهم طب نحن لما نلاقي المجتمع كله ضدنا يعني آتي أنا إلى مجموعة من الشباب أو حتى إلى أولادي أنفسهم فأنشر بينهم هذه القيم أولادي يقتنعون ثم لما يخرجوا إلى هذا المجتمع الكبير إما يصدمون فتتقلقل عندهم المفاهيم وإما يرجعون إلى البيت كما يحدث الآن ويعاتبونني وكما أسمع من المربين الأولاد يعاتبون الآباء أنكم ربيتمون على المثالية فلما خرجنا إلى المجتمع لم نجد هذه القيم فما هو الحل؟ الحل في هذه الحالة ليس أن ننجرف نحن مع المجتمع الصح يبقى صح والقيم تبقى قيم وتبقى عالية وعلينا أن نجاهد وأن نسابر لأنه قلنا لما تركنا القيم ماذا حدث في المجتمع؟ ونحن أول المتضررين لما انتشرت الرشوة وانتشرت الواسطات وانت من الذي خسر؟ من الذي منع من دخول الجامعة؟ فإذن علينا أن نجاهد أنا سأضرب مثلا من تجربتي الشخصية أنا عندي مجموعة من الأولاد واحد منهم نقلته من مدرسة إلى مدرسة لما صار في الصف الرابع كان في مدرسة ابتدائية تدرس في الإناث فلما وصل إلى الصف الرابع نقلته إلى مدرسة ككل المدارس مدارس الذكور يقوم عليها أساتذة من الرجال لما دخل ابني إلى هذه المدرسة المدرسة كانت جديدة يعني فيها من كل صف شعبة أو شعبتان كان عدد الطلاب في كل مرحلة صف أول، ثاني، ثالث حوالي أربعين طالبا فلاحظ ابني من اليوم الأول أن الأولاد في صف الخامس والسادس بما أنهم أكبر الموجودين في المدرسة يسيطرون على كل شيء في المدرسة يسيطرون على المقصف يمنعون الطلاب، الطلاب الصغار يقفون ليشتروا الصندويشة والمشروب وما يحبون أخذوا من الشوكولاتة والسكاكر فيقف هؤلاء لهم بالمرصاد يسبقونهم إلى الشباك فيسبقونهم بالشراء أحياناً يكون عدد الصندويشات محدود أو الكمية الباردة من المشروبات عدد محدود فلا يبقى شيء لهؤلاء الصغار وكانوا أثناء الفرصة يؤذونهم أيضاً بالكلام ممكن يأخذوا منهم دفتر مثلاً للكتاب ممكن أن يمزقونه فكان الصغار يتعرضون لهذه الأشياء لما وجدوا أن هؤلاء أقوى استسلم هؤلاء الصغار وتركوا الكبار يصنعون ما يشاءون فلما دخل ابني إلى المدرسة لم يعجبه هذا الحال طبعاً أنا من قبل حاولت أن أربيه على قوة الشخصية على الجرأة على عدم الرضا بالخطأ وظلنت أن المجتمع سيجرفه كما جرف الآخرين وأن ابني سيشعر بأجب وبالضعف لكني فوجئت لما جاءت رفيقة لي ابنها في نفس المدرسة وقالت لي ما شاء الله على هذا السلوك العظيم وأنا أحيي ابنك أنا كثير فوجئت لا أعلم بالقصة ولا خبر لي بها ماذا صنع ابني؟ فقالت لي أنه جمع الطلاب مجموعة من الطلاب ممن وجدهم في داخلهم بزور الخير ويحبون نصرة الضعيف لكنهم كانوا ساكتين لما ابني جمعون وشرح لهم ما ينوي فعله تقوى بهم وتقوى به وصنعوا مجموعة سموها مجموعة نصرة الضعفة هيك سموها وشاعت في المدرسة وأصبحوا يدورون بدل ما بالفرصة يجلسون في الظل ويأكلون ويشربون كانت مهمتهم مثل مهمة الشرطي والعسكري أن يدوروا في أنحاء الفرصة ويتفقدوا حال الطلاب وتفقدوا المقصف وصاروا يوقفون الصغار بالدور من الذي نزل أولا فيوقفونه وإذا لقوا طفلا صغيرا ضعيفا فيأخذون منه المال ويشترون له ما يكون قصير لا يستطيع أن يصل ويشترون له ما يشاء من الطعام والشراب بالأول طبعا هذول الأقوياء الأشاوس لم يرضوا بهذا الشيء فحاولوا المقاومة لكن بالآخير غلبوهم هؤلاء وانتشرت القصة بالمدرسة لأن المدرسة صغيرة وعلم بها الأساتذة أنا سيت أقول لكم أن ابني من قبل حاول أن يشكو إلى الأساتذة لكن بسبب ظروف التعليم والواجبات الملقى على عاتق الأساتذة لم يلقوا للأمر بالا فلما رأوا كيف انضبطت المدرسة أثار ابني إعجابهم ومن معه من المجموعة فأصبح له وجود بالمدرسة وبدل أن يشتهر ابني بالتفوق ابني كان عادي ليس متفوقا اشتهر بهذا الشيء لكنه بالنسبة لي أنا كأم كان فخرا أكبر من أنه ابني يشتهر بالتفوق فبالآخر ما أردت قوله أنه لا لا تيأسوا أنه القيم يمكن نشرب المجتمع لأنها ترضي جميع الفئات ترضي جميع الخيرين والنفوس بحمد الله ما زال فيها خير كبير ما زال فيها إقبال على العمل ما زال فيها وعي ما زال فيها رغبة وتمني لفشو الخير والبركة والأشياء الجيدة في المجتمع فدعونا نقول بسم الله ونبدأ ونتعاون وسوف نصل إن شاء الله إلى شيء يرضينا خاصة مع هذه الظروف الموجودة والقابلة للتغيير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا